السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو حشرح وحل معكم نموذج مراجعة ثاني للصفة السادسة الابتدائي الفصل الدراسي الثاني لعام 1443-2022 وبالما أبدأ بالفيديو أتمنى من كل اللي بيشاهد الفيديو أن ينزل أسفل الفيديو واشترك معايا في القناة ونبدأ بسم الله بالسؤال الأول السؤال الأول يقول أنصر يعني أجب الأسئلة الآتية بالشكل الصحيح من الذي يعمل في المدرسة ويدرس الطلاب؟ طبعا هو المعلم هنا نسأل بدو إذن الإجابة أيضا بدو يعني أنت إذن سنقول نمبر ثريا في أي وقت تذهب للنوم؟ وهنا كتب 9 إذن سنكتب في الإجابة من الذي يعمل في المستشفى ويساعد الناس المرضى؟ طبعا هو الدكتور نمبر فايف ماذا تريد أن تصبح في المستقبل؟ أي مهنة من المهن التي تريد أن تصبح في المستقبل نمبر سكس ماذا فعلت في نهاية الأسبوع الماضي؟ طبعا كل واحد ممكن يكتب إجابة خاصة به لكن يجب أن يكون الفعل في زمن الماضي لأننا سألنا عن ماضي قلنا يعني نهاية الأسبوع الماضي هنا أنا كتبت أنا زرت صديقي نمبر سبن ما هو الشيء الجيد الذي حصل لك السنة الماضية؟ أيضا نتحدث عن ماضي إذن الفعل يجب أن يكون في الزمن الماضي مثلا ممكن أن نقول أنا ربحت جائزة طبعا أي شخص ممكن أن يكتب أي جملة ولكن يستخدم الفعل في زمن الماضي نمبر 8 ما هو الشيء السيء الذي حصل لك السنة الماضية؟ والأسبوع الماضي أو أي شيء أيضا نستخدم الفعل في الزمن الماضي ممكن أن نقول أنا أضعت هاتفي الخلوي هذا الشيء السيء الذي حصل ننتقل إلى السؤال التالي يعني صل ما بين السؤال الموجود في العمود الأول والإجابة الصحيحة الموجودة في العمود الثاني أو في العمود B هل تحب الشوكولاتة؟ الإجابة ستكون Yes, I do ماذا تريد أن تعمل؟ أريد أن أكون عالما I won a swimming medal أنا ربحت ميدالية للسباحة ماذا سنقول له؟ سنقول Congratulations يعني مبروك ننتقل إلى السؤال التالي Complete the sentences with the correct word أكمل هذا الجملة بالكلمة الصحيحة طبعا هنا لدينا الصور سنحولها إلى كلمات Is he on the ship؟ هل هو على متن السفينة؟ الشب وتعني السفينة Does he like chocolate؟ هل هو يحب الشوكولاتة؟ I want to be a lawyer هذا محامي إذن سنقول A lawyer When I grow up عندما أكبر Is this a whale؟ هذه سورة الحوت إذن هل هذا حوت؟ Yes, it is نعم هو حوت ننتقل إلى الصفحة التالية Rearrange the words to form a sentence علينا أن نعد ترتيب هذه الكلمات لنكون جملة صحيحة نبدأ دائما الجملة ب-I نقول I Made وبعدها الفعل أنا صنعت A rocket A rocket A rocket صاروخا دائما نضع A وهو الارتكل قبل الاسم المفرد Number two نبدأ أيضا ب-subject pronoun اللي هو ضمير الفاعل We وبعدها الفعل Have Four cups of milk نحن لدينا أربع كواب من الحليب هنا أيضا نبدأ ب-they هم They put out fires هم Put out يعني يطفئون Fires النيران إذن They put out fires اللي هم رجال الأطفاء أو الفايرفايترز أيضا نبدأ ب-سارا الاسم سارا وهي الفاعل ماذا فعلت؟ Cooked طبخت lunch الغداء إذن سارا Cooked lunch Read the sentences and match them with the correct pictures علينا أن نقرأ الجمل ونصلها بالصورة المناسبة I jumped out of bed أنا قفزت على السرير الصورة المناسبة هي هذه الصورة وسنكتب number one سارا cooked breakfast سارا صنعت أو طبخت الفطور إذن هي الصورة هذه ونكتب number two I want to work in an office أريد أن أعمل في المكتب إذن هذه الصورة المناسبة ونكتب three He went to an adventure park ذهب إلى حديقة الملاهي أو المغامرات والصورة المناسبة هي هذه four Read the question and choose the correct answer اقرأ الأسئلة واختر الإجابات الصحيحة What time do you go to school؟ في أي وقت تذهب إلى المدرسة؟ في الساعة السابعة والنصف أي 7.30 إذن إجابة I go to school at 7.30 Number two My dad is a firefighter والدي هو رجل إطفاء He put out fire هو يطفئ النار Number three Pilot works كابتن الطيارة يعمل ماذا؟ ما هو عمله؟ He fly in the sky هو يطير في السماء Number four It's هذه قصة ماذا؟ هل هي funny ممتعة؟ أم صورة أم إناف؟ طبعا هي funny story قصة ممتعة هنا لدينا grammar القاعدات Choose the correct answer اختر الإجابة الصحيحة What does he do؟ لماذا اخترنا does؟ لأنه جاء ضمير الفاعل he عندما يأتي ضمير الفاعل he أو she أو it نختر does عندما يكون they, we, you نختر do متى نختر doing إذا جاء في السؤال is أو am أو are؟ I usually جاءت I ويوزولي إذن نختار الفعل في الصورة الأساسية بدون أي إضافة I usually get هنا got في الماضي لا نختار في الماضي هنا getting تأتي إذا جاء في الجملة is أو am أو are إذن هنا بما أننا نتحدث عن زمن مضارع بسيط إذن سنقول مع I get I usually get up at 7 o'clock أنا عادة ما أستيقظ في الساعة السابعة صباحا they هنا saw لماذا اخترناها في الماضي؟ لأن الجملة تتحدث عن الماضي جاءت yesterday وتعني البارحة they saw a rainbow yesterday هم شاهدوا قوس القزح البارحة أو أمس هنا لماذا قلنا how much؟ لأن butter هي الزبدة وهي غير معدود لا تعد ولا نضع لها is الجمع نقول how many إذا جاءت الكلمة بعدها بها is الجمع وتكون معدودة أما هنا butter فهي ليست معدودة فنقول how much كم هي كمية الزبدة التي نريدها do as shown between brackets يعني افعل ما يطلب منك بين هذا القوس they win the game last night correct علينا أن نصحح الخطأ بما نتحدث عن ماضي last تعني الليلة الماضية إذن يجب أن يكون الفعل في زمن الماضي ليس win إنما won we don't have any ice cream بأن الجملة منفية إذن دائما نستخدم any في الجملة المنفية طلب أن نستخدم some أو any I make a rocket yesterday أيضا correct أن نصحح الفعل أو نصحح الخطأ لا نقول I make في الجملة بالزمن الماضي جاءت yesterday وتعني البارحة إنما نحول الفعل إلى زمن الماضي ونقول made I have some apples إني تأتي في الجملة المنفية أنا لدي بعض التفاح في الثلاج ننتقل إلى البوكابلاري وهي المفردات علينا أن نكتب الرقم الصحيح تحت كل صورة هنا لدينا engineer من هو الإنجينير المهندس؟ هو صورة رقم خمسة إذن سنكتب number five هنا دكتور الطبيب هو صورة رقم ستة إذن سنكتب number six هنا scientist العالم هو number one سنكتب number one هنا boring الملل ممل الصورة الدل عليها هي number two نكتب number two هنا astronaut رجل الفضاء الصورة رقم أربعة إذن نكتب number four هنا cook الطباخ الصورة الدل عليها هي number three سنكتب number three هنا السؤال التالي choose the correct word اختر الكلمة الصحيحة I broke my leg أنا كسرت ساقي هذا شيء سيء bad things ما هيكون سكيروي مخيف ولا نقول congratulation مبروك We have some tomatoes but we don't have any oil لماذا اخترنا oil هنا لدينا البطاطس ولكن ليس لدينا الزيت لماذا اخترنا oil وليس box لأننا نتحدث عن أطعمة والأويل تستخدم في الطعام أما books فهي كتب بcongراتيوليشن تعني مبروك They fly planes هم يطيرون الطائرات من هم البايلوت captain الطيار They help sick people من الذين يساعدون الناس المرضى هم doctor الطبيب Cook work in a أين يعمل الطباخ يعمل في restaurant في المطعم He is a doctor هو طبيب He works in a hospital هو طبيب ويعمل في المستشفى ننتقل إلى السؤال التالي Choose the correct letter اختر الحرف الصحيح هنا لدينا كلمات نريد أن نعرف صوت حرف الـS في نهاية كل كلمة هل صوته س أم ز أم إز كلمة brushes brushes إذن صوت حرف الـS في النهاية هو is brushes وتعني يفرش أسنانه هنا لدينا walks يمشي walks صوت حرف الـS في النهاية هو s إذن walks نمبر ثلاثي هنا لدينا watches watches إذن صوت حرف الـS في النهاية هو is ويعني يشاهد التلفاز مثلا هنا لدينا goes goes يذهب صوت حرف الـS في النهاية هو is إذن goes إذن سنختار z هنا لدينا runs runs أيضا صوت حرف الـS في النهاية هو is هنا لدينا أيضا كلمات تنتهي في ed لديها صوتان إما صوت ت أو d هنا cocked cocked إذن صوتها كصوت حرف الـT cleaned cleaned صوت حرف الـD في النهاية d إذن d هنا played played أيضا صوت حرف الـD هو d kicked kicked إذن صوتها كصوت حرف الـT studded studded صوتها كصوت حرف الـD cooked تعني طبخة cleaned نظفة played لعبة kicked ركلة وستدد درسة fill in the missing letters يعني أكمل الحروف الناقصة هنا لدينا أرجوحة وتعني swing swing إذن حرفان الناقصان في نهاية الكلمة هو N-G هنا think يفكر إذن think الحرفان الناقصان هما N-K هنا لف يضحك لف الحرفان الناقصان هما G-H هنا ينقص الـH هنا hand hand وتعني يد الحرفان الناقصان هما N-D والسؤال الأخير يقول fill in the missing letters أيضا أكمل الحروف الناقصة الحروف التي سنختار منها هو N-D N-T F P-H G-H N-K C-K و N-G هنا الكلمة الأولى love love ويتعني يضحك الحرفان الناقصان هما G-H هنا friends أصدقاء الحرفان الناقص هو F photo صورة الحرفان P-H والتي لهما صوت حرف الف هنا frog ضفضع الحرف الناقص هو حرف الـF هنا hand يد الحرفان الناقصان N-D هنا paint يلون أو يرسم الحرفان الناقصان هما N-T هنا stand يقف الحرفان الناقصان هما N-D هنا plant النبتة الحرفان الناقصان هما أيضا N-T هنا think يفكر الحرفان الناقصان هما N-K هنا swing أرجوح الحرفان الناقصان هما N-G هنا bank البنك الحرفان الناقصان هما N-K وآخيرا لدينا drink يشرب الحرفان الناقصان هما N-K والآن وصلت إلى نهاية الفيديو إذا عجبكم الفيديو واستفدتم منه انزلوا أسفل الفيديو وضغطوا على زر اللايك لا تنسوا أن تشتركوا معي في القناة وتفعلوا جرس التنبيه وشكرا